بعد ما تشوف هالشمعة الضخمة يلي كسرت لك منطقة مقاومة فكر وكتب لي جوابك بالتعليقات هل رح تدخل صفقة شراء أم صفقة بيعك رح خبرك بهالفيديو كيف صناع السوق بيفكره وكيف البنوك بتحدد مناطق للدخول إذا بتتابع فيديو اليوم رح يختلف بشكل كبير مستواك بالتداول إذا أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتى يوصل لك كل جديد روابط قنواتنا تليجرام رح تشوفها بالوصف بس قبل ما نبدأ الفيديو خليني أعرفك على أقوى منصة تداول في الوطن العربي منصة إكسلنس هي منصة لتداول الفوريكس وفيها أصول كتير ما فيها رسول تبييت للصفقة وأقل إيداع في المنصة بيكون 10 دولار فقط تقدر تتداول فوريكس والدهب وعملات رقمية أيضا وتقدر تستفاد من توصيات المجانية إذا حطيت رمز الشريك عبدو عبدو أسفل بريد الإلكترون وأسفل كلمتسر توصيات مجانية للأشخاص يلي مسجلين عن طريق رابط إحالتنا يلي رح تشوفه بالوصف ورح تشوفه أسفل الفيديو أولا خلينا نسحب أسماء الرابحين مسابقاتنا اليومي رح نفتح هذا الفيديو طبعا السحب مثل ما حكيت لكم رح يكون بطريقة ثانية هذا هو الفيديو يلي رح نختار أشخاص نوزع عليهم جائزة 500 دولار طبعا هاي التعليقات أنا رح أسحب سحبي طويلة وآخر تعليق رح يجي هو يلي رح يربح رح أختار ثلاثة بها الطريقة وثلاثة من أفضل التعليقات يلي رح تكون على الفيديو خلينا نسحب سحبي سريعة هذا هو الشخص الرابح هذا معرفه أتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائزته خلينا ناخد اسم رابح تاني خليه يحمل التعليقات وناخد اسم رابح تاني هذا هو يلي كتب لي أنا من سوريا متعبك من 2022 هذا الرابح تاني وهذا معرفه أتمنى أنه يتواصل معي خلينا ناخد اسم رابح تالت ونمشي التعليقات بسرعة هذا هو تعليق صاحب التعليق من الجزائر أتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائزته طبعاً أنا أختار هذو ثلاثة بشكل عشوائي وراح أختار ثلاثة أيضاً من أجمل التعليقات يلي صارت على الفيديو هذا هو التعليق جميل أصدق حداً بتعامل معه بهذا المجال أتمنى أنه يتواصل معي حتى يستلم جائزت وهذا هو معرفه وقف الفيديو وتأكد أنه هذا هو معرفك خلينا ناخد تعليق أيضاً تعليق جميل أيضاً رح أختار صاحب هالتعليق أنت شخص محترم جداً وطريقة كلامك جميلة جداً وشيقة قناتك تيلجرام أصبحت روتين يومي شكراً جداً لتعليقك الجميل هذا هو الشخص الخامس أتوقع هذا هو الخامس هذا هو معرفه رح ناخد أيضاً تعليق جميل تاني أيضاً هذا هو رح أخذ هذا التعليق شكراً جداً على المحتوى الجبار صراحة من أفضل القنوات التعليمية في الوطن العربي أيضاً صاحب هذا التعليق السادس يتواصل معي رح اختار أيضاً بعض التعليقات وخلينا ننتقل للفيديو سريعاً إذا أنت متداول يومي بعد ما تشوفها الاختراق الكبير على فريم الساعة أولى المناطق اللي رح تفكر أنت بالشراء منها هي مناطق المقاومة بعد إعادة اختبارها وللأسف هذا خطأ البنوك ورؤوس الأموال الكبيرة بتفكر بتخويف المستثمرين يعني أي شخص أو أي حوط رح يدخل ضمن هذه الشمعة رح يتم ضرب وقف خسارته رح يتم الهبوط في الغالب لمناطق الطلب صناع السوق بينزلوا لمناطق الطلب في حال أنت ما توفر لك دخول من مناطق الطلب هذا اللي رح يعطيك ريسك أمان أعلى لأنه في الغالب نفسية المتداولين بعد ما يشوفوا هالاختراق هذا رح يفكروا اختراق كاذب ورح يبحثوا عن فرص بيع في هاي المنطقة للأسف رح يتم ضرب وقف خسارتهم أيضاً السوق رح يتلاعب بالجميع أفضل خيار هو انتظار مناطق الطلب للبحث عن فرص شراء بما أنه تشكل عنا break of structure تغير باتجاه الموجب بشمعة زخم قوية هاي اللي بتدل على تغير الاتجاه وبالفعل أول ما وصلنا لمنطقة الطلب تشكل عنا نموذج شرائي ثلاث شمعات شرائيات ممكن تدخل في هالمنطقة هاي وتحط الستوبلوز أسفل القاعي اللي عملنا هي أسفل منطقة الطلب رح تحط الهدف ثلاثة لواحد خلينا نشوف النتائج وهاي صفقة رابحة صديقي حاول تفكر دائماً خرج الصندوق وبعيداً عن باقي المتداولين أيضاً إذا منشوف الدي اكس واي عندنا مناطق عرض مناطق طلب تمكسر مناطق الطلب بزخم بشمعة زخم هل تدخل صفقة شراء أم صفقة بيع للأسف كل شي شخص رح يجاوب أنه بهالمنطقة هاي بدخل أنا صفقة بيع أمر خاطئ جداً بعد ما تشوف تغير باتجاه الموجة لازم تحط مناطق العرض يلي أنت مهتم بالدخول فيها مناطق العرض في أكتر من طريقة لحتى تحددها أما اختلال توازن مقاومة عادية بالتحليل الكلاسيكي أو مستوى في بوناتشي جداً مهم فير فاريو جاب في هالمنطقة عنا واحد تاني في هالمنطقة بانتظر أنا إعادة اختبار أحد هالمستويات أول إشارة إنعكاس ممكن أدخل صفقة بيع والستوب لوز رح يكون أعلى المستوى اللي دخلت منه صفقة بيع لاحظ معقولة إشارة إنعكاس شمعة إنعكاسية ظهرت عند مناطق الفير فاريو جاب شفنا هبوط جداً قوي صلنا على السوق دائماً بيتلاعبوا هدفهم ضرب الستوبات بضرب الستوبات أنت مهمتك أنك تقتنس فرصة دخول جيدة أيضاً إذا منشوف شرط ذهب على فريم الساعة لاحظ عنا منطقة مقاومة ومنطقة دعم من الطبيعي بعد ما تشوفها الزخم القوي في الهبوط أول منطقة رح يختار لك أنت تبيع منها هي منطقة المقاومة يلي كانت بالسابق دعم يعني رح تقول أنت في حال اختبر هالمنطقة هاي ممكن بيع بهالمنطقة وهذا أكبر غلق بعد ما شفنا هالزخم كسر منطقة دعم مهمة عنا نموذج ثلاث قمام من الأفضل إن يدور أما على مستوى في بوناتش يبيع منه أو فير فاريو جاب أو منطقة دعم مهمة عنا بهالمنطقة هاي في عنا أوردر بلوك بيعي في حال وصلوا السعر ممكن بيع منه لاحظ أول ما لمسها المنطقة شفنا هبوط جدا قوي وعطانا أكتر من 400 مقطة أتمنى تكون الفكرة وصلت أصدقاء حي وصلنا نهاية الفيديو إلى لقاء فيديو جديد إن شاء الله